السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معانا في اول مرة بس مباشرة لينا على جروب الموازن وكمائز وعلى موقع نفهم ان شاء الله نهاردة نشتغل معاكم استيعاب المكروف وكل الافكار بتاعته الجديدة وكل الافكار بتاعته المهمة اللي جات في الفترة الاخيرة في تجميع تسعة وثلاثين فترة اولى او فترة تانية هنتكلم بالتفصيل النهاردة ان شاء الله عن العلاقات وبعدها بإذن الله هندخل على ايه الكلمات اللي نقدر نشيلها من نص واللي ما نقدرش نشيله تمام اتمنى يعني الناس تركز معايا الموضوع هيكون سهل ان شاء الله هيكون كل الافبار بالتفصيل الاول خلينا نتفع على كام حاجة مهمة في استيعاب المكروف ما عايزك لما تدخل الامتحان ان شاء الله تنسى حتة الحفظ دي نهائية يعني حاجة انت حاطسها ملكش لعوبة اللي انا عايزه منك حاليا ان انت تركز على النص اللي قدامك في الامتحان تشوف ايه اللي موجود في النص وتحل على اساسه ملكش لعوبة ايهاب الدلك ايه فلان الدلك ايه معرفش مين الدلك ايه دي مش قصة انت قصتك قدامك نص حل على اساسه طيب اوستاذ الحفظه اسهل مش عارفه لا انسى القصة دي خالص واشتغل من السفر في الامتحان باذن الله هتاخد الافكار اللي هتساعدك ان يبدأ تحل كده استيعاب المكروف طبعا زي ما احنا عارفين نص كبير بيكون مقارن من فقرة او فقرتين او ثلاث فقرات او ممكن يكون نص كسير بسطر واحد او نص سطر على الاساس ده احنا هنشتغل الافكار الموجودة في القطع الكبيرة والافكار الموجودة في القطع القصيرة القطع الكبيرة ليه خطوات علشان نحلها ان احنا بنقرأ السؤال في البداية من بعد السؤال بنقدر نحدد الكلمة المفتاحية وبعد الكلمة المفتاحية بنطلع نجيب الاجابة من النص طبعا دي مش هنتطرب لها بالتفصيل دلوقتي ان شاء الله انا حاول نعمل لكم ليها شرحة مفاصلة النقطة التانية اللي هي القطع القصيرة ودي القياس حاليا مركزة عليه يعني اكتر حاجة بيتشغلا دلوقتي تلاقي الامتحان في خمستاشر عشرين قطع وكلهم سطر واحد سطر واحد سطر واحد وممكن تلاقي السطر واحد ده عليه خمس اسئلة ستة اسئلة سبع اسئلة كلهم استنتاج كلهم استنتاج طيب ايه انواع الاسئلة اللي ممكن تجيلي في الامتحان وازاي يتعامل معا? اول نوع عندك من الاسئلة اسمه اسئلة الفهم. وده سؤال اجابتك يكون مباشرة في النص. يعني لدرجة ان انت ممكن تقول مش ممكن السهولة في السؤال ده. ده اول نوع اللي هو اسمه اسئلة الفهم. النوع التاني اسمه اسئلة الاستنتاج. ما فيش اجابة في النص. ما فيش اجابة في النص. لكن في خير يوصلك للاجابة. في بعض المعطيات اللي انت من خلالها توصل للاجابة اللي انت عايزها. تمام كده? طيب. بالتالي ده اسمه سؤال الاستنتاج. وان شاء الله برضه هنحاول نتطرق له ونحاول نشرحه بالتفصيل. بعد كده بعد اسئلة الاستنتاج فيه الاسئلة الاهمة. ومش عايز اقول الاصعب لان ان شاء الله ما فيش حيصعدها. ليه اسئلة العلاقات? يعني علاقة. وايه انواع الاسئلة اللي في العلاقات? اسئلة علاقات ما بين الكلمات. علاقات ما بين الفقرات. علاقات ما بين الجمل. وده هيكون ان شاء الله الدرس بتاع النهار. خير? فيه بعد كده اسئلة اسمها اسئلة الاساليم. ايه اسلوب الكاتب? هل هو علمي? هل هو ادبي? علم متأدب? تمام? او فلسفي? كل دي اسمها الاساليم. اسلوب خبري. اسلوب انشائي. كل دي اساليم. طيب. مش عايزة اطلع عليكم اتكر من جده. نبدأ مع بعضة ان شاء الله. بداية الدرس بتاع النهاردة اللي هو العلاقات. طيب. زي ما قلنا احنا هنشتغل على الافكار الجديدة. كل اللي جد في اللي متحان في الفترة الاخيرة في اسئلة العلاقات سواء كانت ورقي او محاوسة. لان كله لازم نشرعه بالتفصيل. انا قلت لكم انا عندي تلات انواع من العلاقات. علاقات ما بين الكلمات. علاقات ما بين الجمل. علاقات ما بين الفكرة. بيجي اسأل لي يقول لي ايه علاقة الكلمة دي بالكلمة دي? او ايه علاقة الجملة دي بالجملة دي? او ايه العلاقة ما بين الفكرة دي والفكرة دي? فبالتالي لازم نشوف ايه اهم العلاقات اللي جات في الانتحاد. يعني علاقة التأكيد. علاقة التمثيل. علاقة التفصيل. علاقة التوضيع. والتعارض. السببية. التعليل. النتيجة. علاقة الجزئية والكلية. علاقة التحليل. وعلاقة الاستدراك. علاقة التوازي. دي اهم العلاقات اللي المخروض ان احنا هنشتغلها هو اللي لازم قبل ما تدخل الامتحان تكون مدركها كلها. درس النهاردة هيبدأ بالسبب والنتيجة. عارف اللي هو لما يجي يقول لك ايه من اللي جيل اول الفرخة ولا البيضة? مين السبب في مين? وانت بتحليل في الامتحان لازم تكون محدد. السبب بتاعك ايه هو? والنتيجة ايه? مثلا بيصال زي ده. انتو ذاكر? تنجح. لو ذكرت? هتنجح. دلوقتي وانت بتحليل في الامتحان لازم وانت ماشي تكتب على الكلمة هي سبب ولا نتيجة. هنا انتو ذاكر? تذاكر هي السبب. المذاكرة اكيد هي ليه? هي السبب. تبا ايه ما يحصل? هتنجح. يبقى دي النتيجة. تبا اصدز الوقتي بيجيني السؤال يقول لي مش عارف علاقة تزاكر بتنجح? وعلاقة تنجح بتزاكر? المفروض اعرف هي سبب ولا نتيجة ازاي? بص معك. الحل بتاعك بيكون بالكلمة الاولى. الكلمة الاولى عندك. اللي هي تزاكر دي. يعني لما يقول لي علاقة كلمة تزاكر بكلمة تنجح. تب تزاكر انت كادم عليها ايه? سبب. يبقى الاجابة سبب. يبقى الاجابة سبب. طيب لما اقول لك علاقة كلمة تنجح بكلمة تزاكر. طيب تنجح انت كتب عليها ايه? كتب عليها نتيجة. بالاجابة نتيجة. معنى كده ان الحل عندي بيكون من الكلمة الاولى. ايه اللي تزاكر في الاول? هل هو السبب ولا النتيجة? وعلى اساس ده انا مش تبقى. مثال تاني لما اقول لك ان تركض تتعب. لو جريت هتتعب. فين السبب? الجارك. يبقى تركض. فين النتيجة بتاعته? التعب. يبقى لما يسألني في الامتحان يقول لي علاقة تركض اه يا والساس ده كتب تركض في الاول وانا كاتب عليها سبب. يبقى الاجابة سببية. طيب? لما يجي يقول لي علاقة تتعب بتركض. تتعب انت كاتب عليها ايه? كاتب عليها نتيجة. بقى الاجابة نتيجة. يبقى الاجابة نتيجة. يبقى معنى كده ان حلك بيكون بالكلمة الاولى اللي ذاكرها في الصورة. طيب قعنوا شوف كده. مثال تاني. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش ابدا الظهر بين الحفر. اللي بتخاف يطلع الجبل هييعش العمر ما بين الايه؟ ما بين الحفر. طيب. فين السبب وفين النتيجة? بيخاف يصعد الجبل هي السبب. يبقى دي سبب. يعيش ابدا الظهر بين الحفر عيش طول عمر تح يبقى دي نتيجة. يبقى كده انا حددت السبب بتاعي هوانا لسا من غير ما ازل عليه اسئلة. حددت السبب بتاعي فينو حددت النتيجة فين? ييجي السؤال يقول لي علاقة جملة يتهيى بصعود الجبال. يخاف من طرع الجبل. انت كاتب عليها ايه? كاتب عليها سبب. خلاص الاجابة السببية. طيب سؤال تاني. علاقة كلمة. يعش ابدا الظهر بين الحفا. يعش ابدا الظهر انت كاتب عليها ايه نتيجة? خلاص الاجابة بتاعتك نتيجة. ممكن يجيبك في الامتحان يقول لك ايه? علاقة جملة يتهيب صعود الجبال بما بعدها. مش لازم يكتب لك دي. ممكن يقول لك بما بعدها. خلاص ما هي بما بعدها. هي نفسها ليه يعش ابدا الظهر. هيبقى نفس الاجابة السبب. طب لما قل لك علاقة كلمة او جملة هنا موضي الجملة. يعش ابدا الظهر بين الحفا. بما قبلها. الاجابة برضو ايه? نتيجة. طيب. احنا كده اخدنا زي مقدمة بسيطة ايه هو السبب وايه هو النتيجة? تعالوا ندخل بالتقصيل ونعرف النتيجة ايه هي? ونعرف التعليل ايه هو? ونعرف السبب برضو ايه هو? النتيجة. بص معي في الشكل اللي قدامك ده. الرسمة اللي قدامك دي تخلص لك موضوع النتيجة بكل سهولة. لو لقيت كلمة من الكلمات دي في الامتحال. عوطوض اعمل عليها دايرة. اعمل عليها دايرة. طب بعدين ايه استاذ عمارة الدايرة. اللي قابلها السبب واللي بعدها نتيجة. يعني لقيت مسلا كلمة ولهذا زي المسال اللي عندك دا. ذاكرتو ولهذا نجحت. اول مبيت لهذا اعمل عليها دايرة. عملت يا استاذ. بعدين اعمل خط تحت اللي بعدها واقفتب علي نتيجة. طبعا ما دي نتيجة يبقى دي ايه? يبقى دي السبب. يبقى لو جيه في الامتحال قال لي علاقة دي ذاكرتو بما بعدها. قوله المذاكرة هي السبب. طب لو جيه قالك علاقة نجح بما قبلها. قوله النجاح والنتيجة. يبقى الكلمات دي اللي هي ايه? ولهذا ولذلك فانه ونتيجة ذلك ونستنتج من ذلك الى آفية. طيب. سؤال زي دا. هنا بيقول لك كان مربعه بالعصفي والقهري من المعلمين واحد اتربع الضرب من المدرسين. وبناء عليك. كانت موجودة في الكلمات اللي من شوية. ليه يا استاذ اعمل عليها? اعمل عليها دايرة. على طول انت لسه في الامتحال اعمل عليها دايرة. عملت دايرة. وبعدين اللي بعدها حط داحته خط. حطيت خط اكتب علي نتيجة. يبقى انت كده حددت ان دا النتيجة ما دسة? كان مربعه بالعصفي والقهري من المعلمين وبناء عليه حملوا على الكذب والطول. تبا استاذ ما تسيبك من موضوع خلاص يا الاجابة طبعا هنا ايه? هنا الاجابة نتيجة. تبا استاذ سيبك موضوع قبلها وبعدها وخلينا نفهم. نشتغلها بالفهم احب. واحد اتربع على العصف والقهري من المدرسين. ايه اللي ينتج عن ذلك? هينتج عن ذلك انه هيبقى كذاب وخلا. اللي هينتج عن ذلك انه هيبقى ايه? كذاب? وهيكون خلق. يبقى السبب انه هو الضرب. النتيجة انه بقى كذاب وخلق. يبقى لو جيت سألتك قلت لك علاقة حمله على الكذب. انت كذب عليها ايه? كذب عليها نتيجة. يبقى الاجابة نتيجة. يبقى الاجابة نتيجة. طيب? هلها التورين او التدريب هنعمله مع بعض كده على السريع? يقول لك ده خط تحت النتيجة في الجمل التالية. انتوا حددوها كده? طيب. نشوف الاجابات. عندما يخلص الموظف في عمل. لو لو الموظف اخلص في عمل. قل لي هينتج عن ذلك. هينتج عن ذلك انه سينال الاجل العظيم من رب العالمين. يبقى ده السبب. وده النتيجة بتاعته. هو طالب منا حدد النتيجة. خلص تعال عليك اكتب له نتيجة. طيب المسال التاني. تشعر الام بالسعادة عندما يطفوك ابنها. تعال هنا يا استاذ ازاي ده? انت حطيتلي النتيجة في الاول. هو ينفع النتيجة تيجي في الاول? اه ينفع النتيجة تيجي في الاول. طيب ازاي? لو انا قلتك. قلت لك مسلا انا نجحت. علشان انا ذكرت. فين السبب هنا? السبب ان انا زاكرت. والنتيجة كانت نجحت اللي جات في الاول. يبقى معنى كده الترتيب مش هيفرق. يعني مش لازم تكون السبب في الاول والنتيجة في الاخر. يبقى عادي هنا ممكن نتيجة تيجي فين? في الاول. شعور الامة بالسعادة هو ده النتيجة. الحاجة اللي حصل سواء كانت حلوة او وحشة هي النتيجة. الحاجة اللي حصل سواء كانت حلوة او وحشة هي لئيه? النتيجة. لما قول لك تناول الخضروات والفواكن يساعد على بنائج اسم سليم؟ فين السبب؟ تناول الخضراء. تكتب عليها السبب. فين النتيجة؟ بناء جسم سليم. تكتب عليها نتيجة. لو نزلت للأسئلة مثلا تح قالت علاقة بناء جسم سليم بمن قبلها. انت كاتب يعلي بناء جسم سليم. كاتب نتيجة. يبقى الإجابة نتيجة. يبقى الإجابة نتيجة. طيب. لما قولك كراءة الكتب هي وسيلتك الفعالة. ليه؟ لبناء عقل سليم. يبقى فين السبب؟ كراءة الكتب. فين النتيجة بتاعته؟ بناء عقل سليم. بناء عقل ايه؟ سليم. طيب. نشوف السؤال الجيف اللي امتحان ازاي؟ فكروا فيه بنفس الطريقة اللي اتفاقنا عنه. هنا السؤال بيقولي او القطعة بتقولي وجدت دراسة سابقة. ان اكل اللحن بكثرة. قلت لكم قبل كده قلت لناس اللي معانا قلت لهم لما يجي لك نص اشرحوا لنفسك كأنك بتشرح لأخوك الصغير. يعني اتعامل مع دماغك كأنه يعني يقولك ايه? القطع bijvoorbeeld? طفل صغير وانت بتشرحه. هنا وجدت دراسة سابقة. في دراسة سابقة وجدت ان اكل اللحن بكثرة ماله يزيد من مخاطر الاصابة السرطان المثاني. يبقى فين السبب؟ اكل اللحن بكثرة. كتب عليها سبب؟ فين النتيجة بتاعته؟ يزيد مخاطر الاصابة بسرطان المثان. تكتب عليها نتيجة. طيب الصوال بيقولك ايه؟ علاقة جملة يزيد بخطر الاصابة السرطانية. انت كاتب عليها ايه؟ كاتب عليها نتيجة. تبقى اللي جاء بتاعتك ايه? نتيجة. واصل. نقطة تانية عندي النهاردة هي التعليل. وقبل ما ادخل في التعليل في سؤال محايا الراس كتير الفرق ما بين التعليل والسببين. في المعنى مفيش فرق ما بينه. في المعنى مفيش فرق ما بين التعليل وما بين السببين. الفرق ما بينهم في صياغة الجمل. وانا اعرف يعني ايه الفرق ما بينهم في صياغة الجمل بعد شوية. يقول لك التعليل هو اجابة على سؤال بلماذا. يعني ايه? طب سيبك من الكلام اللي هو بلماذا وكلام ده خلينا ناخدها كده يعني بلغة عمية. لما اقول لك اسأل نفسك سؤال بليه? ليه ما جيتش النهاردة? ليه تأخرت? ليه خرجت? ليه ما زاكرتش? ليه ما نمتش? هي ليه دي? هي نفسها لماذا? هي نفسها ايه? لماذا? بالتالي لما اقول لك لماذا لا تأخرت? انت ليه اخرت? هتقول لي مثلا علشان الطريق كان زحمة. الايجابة اللي انت قلتها هي دي التعليم. الايجابة اللي انت بتقول هاي الايه هي التعليم? علشان الطريق كان زحمة. هو ده التعليل بتاعي. طيب? لما قولك انت ليه? ما جبتش درجة كاملة. تقول لي عشان الاختبار كان صعب. عشان الاختبار كان صعب هو ده التعليم. يبقى لما اسألك سؤال بلماذا? الاجابة اللي انت هتنطقها هي ده التعليم. هي دي ليه? التعليم. طيب. في بعض الكلمات اول ما تشوفهم في الامتحان على طول ده تعليم. على طول ده ايه? ده تعليم. زي ايه? زي كلمة نظرا لانا او لانا. ودي اساسية في الامتحان الورق. نظرا لانا او لانا. اول ما تشوفها حط تحتها خط هي والجملة اللي بعدها واتتبع عليها تعليل. على طول انت مغرب. نمت لانني مرهق. ادي لانا هي. حط تحت لانني مرهق دي خط كلها واتتبع عليها تعليل. طب يا استاذ يعني ما نعرفش احنا نظرا لانا ولا غيرك. فبسأل نفسك سؤال بلماذا كده? لماذا نم? هتجاوب تقول ايه? هتقول لانني مرهق. يبقى لانني مرهق هي ليه? هي التعليل بتاعي. يبقى علاقة لانني مرهق. بما قبلها دي التعليل يا فقط. يبقى اول واحدة معانا هي نظرا لانا او لان. تاني نقطة. لام زائد فعل مضارع. اي لام زائد فعل مضارع يديد تعليل على طول. ازاي? سافر ليحقق احلامه. ده لام وده فعل مضارع. لام وفعل مضارع على طول تقول له ايه? دي جملة تعليل. تحط خط تحت ليحقق احلامه دي كلها وتكتب عليها تعليل. تكتب عليها ايه? تعليل. لما قولك لماذا سافر? الاجابة تكون ايه? ليحقق احلامه. مش احنا قلنا. الاجابة بتاعتك هي دي دي التعليل. خلاص. يبقى اللي يحقق احلامه هي دي التعليل. لما قولك حتى زائد فعل مضارع برضو تعليل. صمدته حتى وحقق النص. ليه عني صمد? عشان حقق النص. طيب. يبقى دي حتى ولفعل مضارع. حتى وفعل مضارع يبقى ايه? يبقى تعليل. يبقى علاقة الجملة دي بما قبلها تقول له التعليل. تقول له ايه? تعليل. طريقة. كي وفعل مضارع. كي و ايه? وفعل مضارع. نمتوا. كي ارتاح. لماذا نمت? كي ارتاح يا استاذ. يبقى كي ارتاح هي الايه? هي التعليل. لكي. اول ما تشوف لكي على طول ده برضو تعليل. ركبتوا بسرعة. انا جريت بسرعة. تب ليه جريت بسرعة? لكي احصل على مركز الاول. يبقى الجملة اللي فيها لكي احصل دي كلها. هي جملة ايه? هي جملة التعليل. هي جملة التعليل. لكي لعكس لكي او النفي بتاع لكي. زاكرتوا لكي لا يقال اني مهمل. انا زاكرت. تب ليه زاكرت? عشان ميقولوش ان انا مضمت. مش عشان هنجح لا خالص. عشان ميقولوش بس ان انا ايه? ان انا مضمت. طيب? يبقى لو جيت سألتك وانت لك علاقة جملة. لكي لا يقال اني مهمل بما قبلها هتقولي دي تعليل. لام والمستر. ذهبتوا الى الحضيقة للنزهة. ذهبتوا الى الحضيقة للنزهة. لماذا ذهبت الى الحضيقة? عشان اتفسر. يبقى للنزهة. يبقى للنزهة هي لايه? هي التعليل. طيب المفعول لاجلة. ايه المفعول لاجلة? لما قولك زاكرتوا املا في النجاح. الجملة اللي فيها املا دي? املا في النجاح هي دي جملة ايه? هي دي جملة التعليم. اي اي مفعول لاجلة هو تعليم. املا في النجاح. رغبطا في الفوز. تمام? يبقى ده كله اسمه مفعول لاجلة. واي مفعول لاجله الاستاذ قال لنا ان هو تعليم. يبقى دون كلهم اللي قدامكم اول ما تشوفهم في الامتحان على طول دي جملة تعليم. على طول دي جملة ايه? التعليم. طيب. نشوف امثلة الامتحان عليها? دي كلمة ايه? لكيب. طب الاستاذ قال لنا اول ما تلاقي لكيب. يبادى على طول تعليم. يبادى على طول ايه? تعليم. طيب سيبك من اللي باستاذ قاله دي بقى. خلاني اتهمها مع بعض. اعمل لي سؤال بلماذا كده على النص اللي قدامك. اعمل سؤال بلماذا. السؤال هيقول ايه? هيقول لي لماذا جاء دور النظام في التعليم في اليابان? ليه دي دور النظام التعليمي في اليابان? الاجابة هي ايه? لكي يأخذ القرار القومي يبادى التعليم. يبادل ايه? التعليم. طالما الاجابة اللي انا قلتها هي اللي موجودة عندي في السؤال يبادى تعليم طيب? مثال تاني. لم نقول لك? قدمت الحكومة الكثير من التسهيلات للاجانب. كي لا يترددوا في استثمار اموالهم في البلاد. عراقة جملة كي لا يترددوا بما قبلها. اعمل السؤال. يا استاذ على طول من غير سؤال. ادي كيلة على طول يبقى تعليم. طب ماشي مش مشكلة. خلاني اعمل السؤال مع بعض. السؤال هيكون ايه? لماذا قدمت الحكومة الكثير من التسهيلات? هي ليه الحكومة عمل التسهيلات? عشان المستثمرين ما يترددوش? يبقى كي لا يترددوا في استثمار اموالهم في البلاد? يبقى كي لا يترددوا بما قبلها ده ايه? هي دي جملة التعليم. يا دي جملة ليه? بالتعليم. قال فوسبوا عليه ليبطلوه. وسبوا عليه. ليه وسبوا عليه? عشان يبطلوه. مش انت سألت بليه? يبقى الاجابة بتاعتك تعليم. طيب ممكن نقول ايه? ده لام وبعده فعل مضارع. لام زلت فعل مضارع على طول بيديك ايه? بيديك تعليم. يبقى اللام وفعل مضارع على طول الاجابة بتكون تعليم. قطعة التمر. السؤال بيقول لي العلاقة بينه لان التمر غذائك متكامل. ويعمل على مقيم الامراض. واهل الصحراء يتمتعونا بصحة ونشاء. ايه العلاقة ما بين الاتنين دولة? هنا السؤال بدي بكلمة ايه? لان لان قلنا نظرا لان او لان على طول غمض عينك وفض تعليم. اول ما تلاقي نظرا لان او لان في البداية كده في بداية السؤال على طول ده ايه? ده تعليم. يبقى الاجابة ايه? تعليم. طب يا استاذ يعني عزيني فهمها. طب يسأل نفسك سؤال بلماذا في النص اللي فوق كده? شوف لماذا هتيجي ازاي? هيكون السؤال ايه? لماذا يتمتع اهل الصحراء بصحة ونشاط? ليه اهل الصحراء بيتمتعوا بصحة ونشاط? اجابة لان التمر غذائك متكامل. يبقى الاجابة بتاعك الامنة يبقى ده التعليم. يبقى ده ايه? التعليم. قطعة في الامتحان من القطعة الجديدة. بتقول لي علاقة الجملة ليحددوا لام وفعل مضارع على طول الاجابة تعليم. على طول الاجابة ايه? تعليم. طب خلينا اخدها. بالسؤال. لماذا يدرس المزارعون مكونات الطربة? الاجابة تكون ايه? ليحددوا المواد الغذارية فيها. يبقى يحددوا المواد الغذارية فيها ايه ايه? بيدي التعليم. بيدي التعليم. علاقة كلمة للحماية بما قبلها. بكر الجملة اللي كنت بقول لك فيها. ذهبتوا الى الحديقة. للنزهة. قلت لك للنزهة دي. لام ومصدر. على طول تبقى تعليم. هنا للحماية. لام ومصدر. يبقى برضو ايه? برضو تعليم. هنا بيقول لي. لام والمصدر يبقى تعليم. طب نعمل السؤال كده. لماذا خلق الله لها الجفنة والرموش. الاجابة تكون ايه? للحماية. الاجابة هي طلعت السؤال بتاعنا. يبقى على طول تعليم. يبقى على طول ايه? طيب. دي تطعم الامتحان. سيب لكم. دي تفكروا فيها. علشان تحلوها. طيب. هنا الميانيز غير صحي. نظرا لانه يحتوي على خمسة سبعين في المياه من الزيون. السؤال بيقول لي علاقة نظرا لانه. يا استاذ على طول. نظرا لانه من غير مطلع ولا نزل. الاجابة على طول ايه? الاجابة على طول تعليل. نظرا لانه من غير اي حاجة هي على طول تعليم. يبقى السؤال اول اجابته تعليم. طيب. السؤال التاني. الميانيز غير صحي. لا. يبقى كده نطلع نجيب الفكرة ونفهمها علشان نيجاوب الاسئلة بتاعتنا صح. لو بصينا على السؤال او على النص بتاعي هو ريه? الميانيز غير صحي. الميانيز وحش. طب ليه يا عمي وحش? علشان في زيوت. يبقى فين السبب الميانيز غير صحي ولا ان في زيوت? الزيوت هي السبب. يبقى دي يكاتب على نظرا لانه يحتوع على خمسة سبعين في المية من الزيوت تكتب عليها السبب. ايه اللي نتج عن الزيوت دي? انه بقى غير صحي. يبقى تكتب على الميانيز غير صحي هي الايه? هي النتيجة. هي اللي هي النتيجة. طيب يبقى السؤال الاول علاقة نظر اللي انا احنا كاتبين عليها سبب. طيب ما فيش سبب اللي بقى تعليل. وانا اقولت لكم من شوية ان التعليل والسبب اللي اتنين بيقدوا نفس المعنى. اللي اتنين بيقدوا نفس المعنى. هناخد الفرق ما بينهم بعد شوية. طيب يبقى دي التعليل. وعلشان هي بدأة اصلا باي? بنظر اللي انا. ونظر اللي انا احنا وقضين انها تعليل. السؤال التاني. الميونيس غير صحي. انت كاتب عليها ايه فوق? كاتب عليها نتيجة. يبقى الاجابة على طول ايه? يبقى الاجابة على طول نتيجة. بعد التعليل هناخد علاقة السببين. ايه هي علاقة السببين? اول ما تلاقي كلمة من كلمتين دول. بسبب او نظرا ليه? خد بالك. دي نظرا ليه? اللي هناك اللي هي في التعليل اسمعها نظرا لانا. وتركز على الفرق ما بينهم. نظرا ليه? دي سببية. نظرا لانا? دي تعليل. طيب? فيه برضو بعض الحروف تدل على السببين. يعني فيه حروف اول ما تشوفها تقولي العلاقة ايه? السببين. خلينا ناخد المثال ده الاول. نظرا لدورات التدريب. مش كاي اني بقولك. بسبب دورات التدريب? يبقى بسبب دورات التدريب. ايه اللي حصل? ارتقت معدلات الطلاب. يبقى فين السبب? دورات التدريب. تكتب عليها سبب. تكتب عليها? سبب. فين النتيجة بتاعتها? ارتقت معدلات? الطلاب. تيجي تكتب عليها ايه? تكتب عليها نتيجة. ايه? زي ما قلت لك فيه بعض الحروف تدل على السببين. زي ايه? جلست من التعب. انا اعدت. ليه يا عم اعدت? عشان انا تعبان. هنا من? معناها ايه? معناها بسبب. جلست بسبب التعب. جلست بسبب التعب. يبقى من التعب هي دي السبب. ايه اللي نتج عن تعبك? ان انا جلست. يبقى النتيجة هي الجلوس. مثال تاني. دخل السجن في جريمته. يعني في جريمته. يعني بسبب الجريمة بتاعكم. يبقى دخل السجن بالسبب? جريمة. بسبب ايه? جريمة. طيب. دخل السجن بجريرته. يعني جريرة? يعني الفعلة بتاعكم. يعني الفعلة بتاعكم. يبقى بجريرته هي دي ايه? هي السبب. يبقى لو جيت سألتك قلت لك علاقة جملت من التعب بما قبلها? تقول لي من التعب هي السبب. لو قلت لك علاقة جملت في جريمته بما قبلها? تقول لي في جريمته هي برضو السبب. طيب. علاقة جملت بجريراته بما قبلها? برضو تقول لي بجريراته هي ليه? هي السبب. تسؤال الانتحان. علاقة جملت تفجر الثور الصناعي. تسؤال الانتحان. علاقة جملت تفجر الثور الصناعي. علاقة جملت تفجر الثور الصناعي. بنعمل ايه? بنطلع فوق على النص. نشوف تفجر الثور الصناعي. لين هتفجر الثور الصناعي? ايه اللي قبلها كلمة ايه? كلمة بسبب. خلاص الاجابة السببية. يبقى الاجابة ايه? السببية. طيب اقول السيد مش فاهمين. مش فاهمين. بيقول لك الحال المستقر للنظام البيئي لا بيده. الحال المستقر للنظام البيئي الارض دي لا بيده. يعني الارض زمان ما كانش بها مشاكل كانت الطبيعة مفيش تلوث مفيش 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 مفيش. يبقى لا كان زمان. لكن للأسف ده مدمش. طيب ايه سبب كده? السبب في كده تفجر الثور الصناعي. يبقى الثور الصناعي هي السبب. ايه اللي نتج عنا انه مدمش? النظام المستقر ده. يبقى نكتب على التفاجر الصناعي سبب. يبقى الاجابة سبب لما قبلها. اللي هي جيمة. سبب لما قبلها. المثال اللي بعده. علاقة جملة ستصبح حياة بما قبلها. تعالوا نقرأ نص كده بيقول لي. اذا فلت الحياة من العوائق والعقبات. لو الحياة بتاعتنا ما فقاش فيها عوائق والعقبات. انها هيحصل? ستصبح حياة مملة. يبقى ستصبح حياة مملة هي النتيجة. فين سببها? ان الحياة ما فقاش عوائق والعقبات. يعني لو حد عايش حياته ما عندوش مشاكل. حياته كلها يعني الدنيا بتاعته مشكل. مفيش مشاكل فيها خالص. الا هيمتج عن كده. هتبقى حياة هي? هتبقى حياة مملة. يبقى السبب? اذا خلق الحياة من العوائق والعقبات. ده السبب. تكتب عليها سبب. والنتيجة ستصبح حياة مملة. تيجي كاتب عليها ايه? نتيجة. طيب السؤال بيقول لك ستصبح حياة بما قبلها. هتقولي اللي جابها ايه? هتقولي ستصبح حياة نتيجة. ستصبح حياة دي ايه? دي نتيجة. السؤال اللي كلكم عملين تسألوه ايه الفرق ما بين السببية والتعليم. لو انا قلت لك يوضني على السؤالين دول. لو قلت لك يوضني على السؤالين دول. حصل على الجائزة فرق متفوق. حصل على الجائزة فرق تفوق. هنا هنحط لانه ولا هنحط بسبب. في الجملة الاولى. حصل على جائزة لانه متفوق. طب في الجملة التانية. حصل على الجائزة بسبب تفوقه. بسبب تفوقه. يبقى. الجملة الاولى استخدمت لانها يبقى دي جملة تعليم. الجملة التانية استخدمت بسبب. يبقى دي جملة سببية. ده الفرق ما بين السببية وما بين التعليم. ده الفرق ما بين السببية وما بين الان وما بين التعليم. يبقى زي ما اتفقنا في البداية ان السببية والتعليم بدوني نفس المعنى. السببية والتعليم بدون ايه? نفس المعنى. لو لاحزت الجملتين دول في المعنى هو في المرتين حصل على الجايزة. وفي المرتين هو متفوق. لكن سياقة الجملة هي اللي فرقت. سياقة الجملة هي اللي فرقت. يبقى اي كلمة تقدر تستبدلها بكلمة لان يبقى دي دي جملة تعليم. واي كلمة تقدر تستبدلها بكلمة بسبب تبقى دي جملة سببية. نركز في القطعة دي. دي قطعة الامتحان. علاقة جملة وفي احد الايام جملة فكانها زلك. هنا النص يقول ليه? في احد الايام عندما قرر اذهب في رحلة لقضاء اجازاتي في ديوزر الكريم. في يوم الايام قرر ان هو يروح رحلة. تمام? اخذ معاه الكاميرا بتاعته اللي كانت متوفرها في فترة دي. فكان ذلك فاتحة لدخول عالم التصوير بالصدفة. يبقى هنا في احد الايام هو رح رحلة. في احد الايام هو رح ايه? رح رحلة. يبقى زهول الرحلة هو ده السبب. تيجي كتب عليها السبب. تكتب عليها ايه? سبب. طيب. فكان ذلك فاتحة اللي دخولي عالم التصوير. السبب انه رح رحلة. ايه اللي نتج عنها? انه دخل عالم التصوير تكتب عليها نتيجة. تكتب عليها ايه? نتيجة. وتنزل على السؤال بتاعها. السؤال بتاعة علاقة جملة في احد الايام. مكتوب عليها ايه فوق? مكتوب عليها السبب. تبقى اللي جابة السببين. تبقى اللي جابة ايه? السببين. احنا زي ما قلنا. الحل بتاعنا بيكون باللي مكتوب في الاول. ايه اللي مكتوب هنا في الاول? مكتوب في احد الايام. طيب خل في احد ايام دي وطلع فوق شوف انت كتب علي ايه? كتب عليها سبب. تبقى اللي جابة السببين. طب لو هو عكسها لك. قال لك علاقة الجملة. فكان زالك حطالك في الاول. في احد الايام. فكان زالك هي الايه? هي السبب. فكان زالك او سبب. فكان زالك هي الايه? هي النتيجة. تمام? يبقى الجملة اللي بتحط في الاول هي اللي بنحل عليه. طيب? السؤال اللي بعده. ده من الاسئلة الصعبة في السببين. من الاسئلة الصعبة في السببين. وهو الامر الذي وضعه. لحظ انه هو لك بما بعدها. بما بعدها. هنا احد معرفه في العمل نصحه بان يصور رحلاته كامل. واحد من اصحابه او من المعارف بتوعه. قال له ايه? صور الرحلة بتاعتك كامل. وهو الامر الذي وضعه. ايه وهو الامر دي? دي تعود على ايه? تعود على الجملة اللي قبلها? انه هو يصور الرحلة. يبقى كلمة وهو الامر دي? تعود على كل دي. يعني دي السبب. وهو الامر. كأنه بيقولك وهو السبب. كأنه بيقولك وهو السبب الذي وضعه امامي الاول مرة امام جهاز يتكامل. يعني برضو. لما قولك انا ذكرت وهو السبب او وهو الامر الذي جعلني ايه جعل. يبقى المذاكرة هي السبب. المذاكرة هي ايه? السبب. نفس هنا بالضبط. تصوير الرحلة هو السبب. كلمة وهو الامر دي او سببين? يبقى التصوير هو السبب. ايه اللي نتج عنه? انه الاول مرة ياخد الكاميرا معنا. يبقى هنا الاجابة السببين. يقولي بعد المؤتمر اللي عقدته بعد الدول الاسلامية شعرت الدول باهمية الوحدة. فعملت ايه? فانشأت النادوة العالمية للشباب الاسلامي. يبقى فين السبب? ان شعور الدول باهمية الوحدة هو ده السبب. ايه اللي نتج عنه? نتج عنه انهم انشأوا النادوة. كأني بقولك ايه? انا شعرت بالبرد فالبست الجكل. فين السبب? شعوري بالبرد. فين النتيجة? ان انا البست الجكل. يبقى هنا شعرة الدول باهمية الوحدة هو السبب. تكتب عليها سبب. يبقى تكتب على شعرة الدول باهمية الوحدة هو ليه? السبب. اكتب عليها سبب. النتيجة بتاعتها انشأت الندوة العالمية للشباب الاسلامي. يبقى دي النتيجة. يبقى تكتب على شعرة الدول سبب. طب هو هنا هتطالك في الاول شعرة الدول انت كاتب عليها ايه? كاتب عليها سبب. تبقى الاجابة سببية. تبقى الاجابة سببية او سبب. يبقى انت بتحل باللي مكتوب في الاول. شعرة الدول ده اهمية الواحدة. الدول الاسلامية حست ان الواحدة مهمة. ده السبب. طب عملت ايه? انشأت الندور على ميل الشاباب الاسلامي. بعد علاقة السبب والنتيجة والتعليل. هندفل على العلاقة اللي بعدها اللي هي علاقة التأكيد. طبعا انا بعتذر لان انا مش عارف اشوف الكومنتات بتاعتكم سواء كانت حلوة او وحشة سواء كانت ضربة او شتيمة او حد بيجي رورايا. المهمة. اللي انا اقولته او ملخص اللي انا اقولته في الجزء الاول ان هو تلات حاجات. ايه هي النتيجة? وايه هو السبب? وايه هو التعليل? ايه النتيجة? وايه السبب? وايه التعليل? واتفقنا ان في المعنى ما فيش فرق ما بين التعليل وما بين السببين. في المعنى ما فيش فرق ما بين التعليل وما بين السببين. تمام? لما قولك مثلا انتو ذاكر تنجح. المذاكرة هي السبب. وتنجح هي النتيجة. يجي السؤال يقول لك ايه? علاقة جملة تذاكر بتنجح. طب تذكر يا صيصي ايه? انت كتب علاقة سبب. طب تنجح يا ليه? لو يجي اسألك في الاول قالك علاقة تنجح بما قبلها. انت بتحل المكتوب لك في الاول في السؤال. تنجح هي النتيجة. يبقى الاجابة هتكون نتيجة. طيب. بعدها اتكلمنا عن كلمات مفتاحية تقدر تحلي بها بكل بساطة. تكلمنا كلمات مفتاحية في التعليم. اول ما تشوف الكلمات دي على طول الاجابة بتاعك التعليم. ايه هي الكلمات دي? لانة. او نظرا لانة. لم زائد فعل مدارة. كي زائد فعل مدارة. حتى زائد فعل مدارة. واللام زائد المصدر بتاعك ليقتلوه. فوثبوا عليه ليقتلوه. وفي تاني اللي هي المفعول لاجلي. لما قولك زاكرتو املا في النجاح. ليه زاكرت? املا في النجاح. انا عايز انجح. انا عايز ايه? انا عايز انجح. يبقى زاكرتو املا في النجاح. رغبطا في الفوت. تمام? اسرع اللاعب. املا في احراز الهجاب. املا. هي دي جملة لايه? جملة المفعول لاجلي. جملة المفعول لاجلي. طيب. يبقى اي كلمة من الكلمات اللي انا قلتها دي اول ما بتشوفها في الامتحان على طول بتكون تعليم. طب افرد اوصيص ما لقيتش الكلمة من الكلمات دي. افرد ما لقيتش كلمة من كلمات المفتاحين اللي انت بتقولها دي. طبيعي ما هلا ايه شوصيص. انتم بتقول لنا كلام واحنا بنطفل الامتحان ناخد على دماغنا. بناخد على دماغنا. طيب. نعمل ايه في الحالة دي? اسأل نفسك سؤال بلماذا? لما قولك لماذا نجح? لماذا نجح? لانه ذاكر. لماذا واثقوا عليه? ليقتلوه. تمام? طيب. يبقى ده اسمه التعليم. اسمه التعليم. بعدها اخدنا او كان قبلها كمان اخدنا النتيجة. ودي شرحتها في بتاع انتو زي كانت تانية. واسبتت دراسة ان اكل اللحوم بتكفرة. ايه اللي هينتج عنه? هينتج عنه يزيد مخاطر لصور السرطان مثلا. يبقى السبب اكل اللحوم. النتيجة مخاطر لصور السرطان. ايه مثلا? تمام? لو جيس اقلني علاقة اكل اللحوم بما بعدها? اقوله دي السبب. طب. يزيد في خاطر لصور السرطان بما قبلها? اقوله دي ايه? اقوله دي النتيجة. اقوله دي ايه? النتيجة. تمام كده? طب. بعدها اخدنا السببية. قلت لك السببية بتتحل بكلمتين. نظرا? ليه? اول ما تلاقي نظرا ليه? على طول اكتب له سببية. لو لقيت كلمة بسبب. برضو قل له سببية. يبقى اي واحدة من الاتنين دول على طول سببية. قلت لك انه ممكن تلاقي السببية ببعض الحروف. ازاي? لما قلت جلسته من التعب. انا ليه? قعدت? علشان تعبت? يبقى فين السبب? ان انا اتعب. فين النتيجة بتاعته؟. ان انا ايه? ان انا جلست. يبقى جلسته من التعب. يعني جلست بسبب التعب. في مثال تاني اللي قلنا دخل السجن بجريرة. دخل السجن بالجريرة بالمصيبة اللي عملها. يبقى فين السبب الجريرة او الجريمة? فين النتيجة? انه دخل السجن. النتيجة انه ده? انه دخل السجن. تمام كده? طيب. حلوة. بعدها اخدنا بعض الامثال اللي جات في الامتحان اللي هو وفي احد الايام قرر الزهاب في رحلة للجزر الكريم. ده السبب. ايه اللي نتج عنه? دخل مجال التصوير والاول مرة. يبقى السبب انه راح رحلة. النتيجة انه دخل عالم اللي ايه? انه دخل عالم التصوير. لابا لما قول لك علاقة في احد الايام اقول له سبب. اقول له ايه? دي السبب. يبقى سبب. طيب? نكمل العلاقات اللي بعدها علاقة التأكيد. علاقة الايه? التأكيد. الصوير بيقول لك او بداية الشرح هنا بيقول لك التراضف. يعني التراضف? التراضف يعني الكلمة ومعناها. التراضف يعني الكلمة ومعناها. بيفيد التأكيد. يبقى اي ما تلاقي تراضف في الامتحان تقول له الاجابة تأكيد. تقول له الاجابة ايه? تأكيد. طيب. تعالوا نشوف. امثلة بسيطة. لما قول لك كان الاختبار سهلا ويسيرا. سؤالي بيقول لك. ايه العلاقة ما بين سهلا ويسيرا? العلاقة. تقول لي سهل? هي نفسها يسير. يبقى العلاقة تراضف. يبقى العلاقة ما بين سهل ويسير ايه? تراضف. طيب. لما قول لك كانت الرحلة شاقة ومتعبة. سؤالي. ايه العلاقة ما بين شاقة ومتعبة? تقول لي شاقة ومتعبة. العلاقة تراضف. العلاقة ايه? تراضف. طيب. يبقى نوع العلاقة تراضف. طيب ايه غرض التراضف? غرض التراضف في التأكيد. يبقى معنى كده ان احنا نجوم على السؤالين. ايه نوع العلاقة? تراضب. ايه غرض العلاقة? تأكيد. تبتعلم نشوف كده? النوع ايه? العلاقة ما بين سهلا ويسيرا? تقول له تراضب. العلاقة ما بين شقة ومتعبة? هقول له تراضب. طب ايه الغرض? انت ليه اضفت كلمة يسيرا لسهلا? ايه غرضك? ليه بتضيفها? مش هي يسيرا هي سهلا ولا هي زيادة كلام وخلاص? ده انا بأكد لك انه كل اختبار كان سهلا. يبقى ده تأكيد. لما اقول لك محمد كالاسد والليس. خلاص يا عم يا محمد. لما قلتي له اسد عرفته ناس. لازم ليس يعني ولا هي زيادة كلام? ده انا بأكد لك. يبقى لما يكون كلمة ايه? متراضفتين? غرضهم التأكيد. غرضهم ايه? التأكيد. يبقى النوع ايه? طراضب. الغرض ايه? التأكيد. طيب نشوف التراضف وبعدين ندخل منه على التأكيد. التراضف في الامتحان مش لازم يجيب لك كلمة متراضفتان على طول. يعني ممكن يجيب لك كلمات تانية تدل على نفس معنى كلمة التراضفة. زي ايه? زي متماثلتان. متشابهتان. تحمل نفس المعنى. تحمل نفس المضموض. تكرار لمعناها. الثانية تحمل معنى الاول. اي كلمة من الكلمات اللي وجدامكم دول? هي مسمى من مسميات التراضف. يعني مثلا يقول لك في الامتحان. سافرت الى البيداء والصحراء. ما هي البيداء هي الصحراء? ايه العلاقة ما بينهم? هتقول لي مضراضفاتان. فما لقيتش مضراضفاتان في الامتحان. تقول لهم كماثلتان. متشابهتان. تحمل نفس المعنى. تحمل نفس المضموض. تكرار لمعناها. الثانية تحمل معنى الاولى. كل دي مسميات مسميات الايه? مسميات التراضف. مسميات لايه? التراضف. طيب. نشوف جد في الامتحان ازاي? ده نص كتعة الذباب. يقول لي ايه العلاقة ما بين كلمة تكاد وكلمة تقريبة. انا مش بقول لك الغرض. بقول لك ايه العلاقة? العلاقة يا استاذ ان التكاد. لما قولك انا اكد اصل. اكد اصل اليه? انا تقريبا انا اصل اليه? يبقى تراضف. طيب ما فيش تراضف. يبقى ناخد ايه? متشابهة. دي قطعة الزباب. قطعة الايه? الزباب. يبقى اول نسال عندي في الامتحان على التراضف. العلاقة ما بينها كلمتين تكاد وتقريبا قوله متشابه. طيب اصيزني ماخدتش متطبخة. ايه الفرق ما بين متطبخة? ومتشابهة? ايه الفرق ما بينه? التطابق يعني في كل الصفات. يعني لو رسمت لك مسلا مسلس كده? وفوق مسلس تاني نفس المواصفات بتاعك. يبقى ده اسمه تطابق. لا اسمه? تطابق. يبقى التطابق بيكون في كل الصفات. تاب التشابه? لا في الصفة او في الصفاتين بس. ده مسلا مسلس وهي راهو? قائم الزاوية. تاني مسلس كبير قائم الزاوية. هلينفع قول ان الدول متطبخة? لا. لكن ما لهم? متشابه. كيف? قطعة الرجولة في الاسلام? الصؤال بيقول لي العلاقة بين هامة الشرف وغرة المجد. هي هامة الشرف هي نفسها غرة المجد. انا بقولك لعل من اهم الفروق التي تميز المسلمين في اول امرهم هو فجر حياتهم عن المسلمين اليوم. ايه اللي بيميز المسلمين زمان عن المسلمين دلوقتي? ما شاء الله النص يعني من جهنا فشنا. بيقول لك ان زمان كانوا رجالة. دلوقتي الله يعلم. تمام? فقد غني العصر الاول بمن كانوا هامة الشرف وغرة المجد. هي هامة الشرف هي نفسها غرة المجد. يبقى العلاقة ايه? التراضف. تمام ما فيش فراضف اصيص في النص الداخل. يبقى تكرار للمعنى. مش احنا قولنا ان تكرار للمعنى دي من مسميات التراضفة. يبقى تكرار لايه? تكرار للمعنى. بالمسال اللي بعده? يقول لي. لذا يجب التغاضي عن اخطائهم والتجاوز عن زلاتهم. دي قطعة الخدمة. لما اقول لك انا اتغاضيت عن الخطأ بتاعه. معناها انا اتجاوزت عن الزلة بتاعتي. يبقى هي دي? هي نفسها دي. يبقى العلاقة تراضف. طب ما فيش فراضف. يبقى الاجابة ايه? تكرار للمعنى. يبقى اول مثال عندي اعترضه في اللي جاء في الامتحان. قطعة الزباب كانت تكاد وتقريبا. تاني مثال قطعة الرجولة. تكاد وتقريبا كانت الاجابة متنشرة. تاني مثال كانت قطعة الرجولة. هامت الشرف وغرت المجل. هي هامت الشرف يا نفسها غرت المجل. يبقى تكرار للمعنى. يبقى تكرار ليه? للمعنى. طيب? اللي بعدها كانت تغاضي عن اخطائهم والتجاوز عن زلاتهم. دي برضو تكرار ليه? تكرار للمعنى. المسال اللي بعده بيتكلم عن لغة الضابة. لغة الضابة. بيقول لي فسهمونا في الضابة يسهموهم. لما قولك انا ليه سهم في الشركة دي. يبقى انا ليه نصيب فيها. يبقى انا ليه حق فيها. وحقنا فيها حقها. يبقى هي الجملة دي? هي نفسها دي. يبقى العلاقة ايه? يبقى العلاقة تكرار للمعنى. ودي بقطعة نغة الضابة. المسال اللي بعده. قطعة المكتبات. العلاقة بين الفهرسة المباشرة والفهرسة الالية. الفهرسة المباشرة معناها البحث على الكمبيوتر. الفهرسة الالية برضو معناها البحث على الكمبيوتر. يبقى اللي اتنين لهم نفس المعنى. اللي اتنين لهم نفس لايه? نفس المعنى. اذا تكرار للمعنى. تكرار ايه? للمعنى. طيب. اللي انا اخدته كان التراضف. اللي انا اخدتهم كانوا التراضف متراضفتان متشابهتان متماسلتان. وخدت الامثلة اللي فاتت عليهم. ايه غرض التراضف? لو انا في الاسئلة اللي فاتت دي كلها قلت لك ايه الغرض من اضافة الكلمة دي اللي دي? هتقول لي تأكيد. هتقول لي ايه? تأكيد. ما احنا قلنا غرض التراضف والتأكيد على طول. طيب تعالوا نشوف مثال على التأكيد. بيقول لي تكون كلمة تدني بالنسبة لكلمة ضحارة. تكون كلمة تدني بالنسبة لكلمة ضحارة. تدني وضحارة العلاقة تراضف. طيب التراضف غرضه التأكيد. تراضف غرض ايه? غرض التأكيد. المثال التاني. على التأكيد. تكون كلمة التوتر بالنسبة لكلمة القلق. ايه العلاقة ما بين التوتر والقلق? تراضف. توتر الشخص? معناها طلقة الشخص. طلقة الشخص معناها توتر الشخص. بيبه العلاقة تراضف. طب التراضف غرض ايه? التراضف غرض التأكيد. التراضف غرضه التأكيد. طيب. يا استاذ انت ددنا التراضف وددنا التأكيد. لكن ما بين الكلمات. ازاي يعرفت التأكيد ما بين الجمل او ما بين الفقرات? ازاي يعرف التأكيد ما بين الفقرات? زي كده. لو انا عندي فقرة يقولك بتتكلم بشكل عام. بيقولي الانفلوانزا مرض معدي الى اخر. جاتني الفقرة تلاتة اديتني نسب واحصاءات وبيانات وارقام تؤكد الكلام اللي انا ذكرته فوق. يبقى العلاقة ايه? في علاقة تأكيد. زي ايه? لما اقولك مصر فيها بطالة. يقولي يا انت كزبا. يا عمي فيها برضو كزبا. طب انت عارف ان البطالة في مصر بسنة الفين كانت كزب. الفين وواحد كانت كزب. الفين وخمسة كانت كزب. اديت الارقام. اكدت الكلام بتاعي. يبقى العلاقة ايه? تأكيد. يبقى العلاقة? تأكيد. هناخد ملخص للي انا قلت لكم. علشان الناس اللي فاتها اي حاجة يشوف علاقة التأكيد كلها وعلاقة الطرابة. لما قولك تكاده تقريبا. تكاده تقريبا. دي قطعة ايه? قطعة الزباب. ايه النوع ما بينهم? متشابه. لما قولك ايه العلاقة ما بينهم? تقول لي متشابه. طب لو انا سألت اقلت لك ايه الغرض? هتقول لي تأكيد. بس ما جاتش بني معهم. خير? السؤال التاني. لما قولك في قطعة الرجولة. ايه العلاقة ما بين هامة الشرف وغرة المجنة? هتقول لي هامة الشرف يا نفسها غرة المجنة. يبقى تكرار للمعنى. تكرار ليه? للمعنى. لما قولك التغاضي عن اخطائهم والتجاوز عن زلاتهم. هي التغاضي عن اخطائهم هي نفسها التجاوز عن زلاتهم. يبقى ده برضو اسمه تكرار المعنى. اسمه تكرار ايه? المعنى. فسهمنا في الدار سهمه قطعة لغة الدار. وعقنا فيها عقم. هي دي هي نفسها دي. يبقى برضو تكرار للمعنى. لما قولك البحث المباشر والبحث الالي. اللي هي الفهرسة الالية والفهرسة المباشرة. يبقى ده ايه? تكرار للمعنى. طب لو انا سألتك ايه الغرض من كل اللي فاتوا دولي? هنا لو انا قلت لك يبقى لان الفرغ لاني. هتكتب لي تأكيد 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 تأكيد. لان احنا اتفقنا ان اي تكرار للمعنى واي تردب غرضه التأكيد. غرضه ايه? التأكيد. طيب. العلاقة ما بين كلمة تدني وكلمة ضحالة. هي المفروض تردب. طب هو ما جاليش في الانتحان عايز النوع وعجاز عايز الغرض. تقول له تأكيد. هقول له ايه? تأكيد. طب هنا. ايه العلاقة ما بين الخلق والتوتر. الخلق والتوتر برضو ايه? برضو تأكيد. تمام? ده ملخص لالي انا قلته في علاقة التراضف وعلاقة التأكيد. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت. انا مش عارف ان تكتبوا في التعليقات. لكن موضوع العلاقات محتاج انك تسمعوا مرة ومرتين. علشان تستوعب. علشان تقدر ان انت تستوعب. العلاقات من اهم الاسئلة في الورق. يعني الورق كله مبني على مبني على العلاقات. مبني على العلاقات. اكتر سؤال هم عارفين ان انت واقعين فيه هو العلاقات. فبالتالي بيتمط عليك. بالتالي بيعمل ايه? بيركز عليه. بيزود الاسئلة. لو ازود يا مو ما يهمكش. فيه نفس الفكرة. تمام? كلا? فبالتالي الاسئلة اللي بتعتمد على العلاقات محتاج ان انت تسمع الفيديو ده مرة او اتنين وثلاثة لحد ما يثبت فتنها. ما ظنش انك هتجيبه من اول مرة ابدا. حتة ان انت تفهم العلاقات من اول مرة موضوعها صح. محتاج ان انت تكرره مرة او اتنين هتلاقي الموضوع بحل معاك. كمان لما هتطبق هتلاقي نفسا بيتحل البصر. تمام? اللي انا اخدته من شوية كان ايه هي علاقة التأكيد. بأكد الكلاب. واحد طلع من الامتعان يا استاذ الامتعان كان سهل. وياسير. طب خلاص ما هي سهل. هي يا ياسير انت بتكررها ليه? انا بأكد لك انه كان زال مية. يبقى سهل وياسير العلاقة ايه? العلاقة? تأكيد. العلاقة ايه? تأكيد. او الغرض التأكيد. نوع العلاقة طرده. والغرض التأكيد. الغرض هو ايه? هو التأكيد. تمام. يبقى انا كده عندي اول علاقة من العلاقات هي علاقة التأكيد. بعد ما خلصت الجزء الاول دخلنا في التأكيد. دلوقتي هنروح على ناحية تانية خالص علشان عارف ان العلاقات يعني ريخ ما شوية مش هينفع ان انتو تخضوها في مرة واحدة. فروحنا على جزء اسهل شوية بس مهم جدا. فكرة بالامتحان وبقت بتتكرر في السنتين اللي فاتوا بتركين. اللي هي ايه? اللي هي ايه الكلمات اللي اقدر شينها من جملة من غير ما اتغير في المعنى? ايه الكلمات اللي اقدر اضيفها في جملة من غير ما اتغير في المعنى? ايه الكلمات اللي اقدر احزفها من غير ما اتغير في المعنى? ايه الكلمات اللي ما اقدرش ابدا ان انا احزفها? يبقى كل ده لازم نتضرب عليه كويس لانه بدأ يكرره في السنين اللي بدأت بشكل كبير. تعالوا نشوف مع بعض الفقرة اللي جاية اللي هي ايه الكلمات اللي اقدر احزفها وايه الكلمات اللي ما اقدرش احزفها ايه يا شوية. حاول امصوا في التعليقات بتاعكم شوية كده عشان نشوف لو كنتم بتشتمون ولا حاجة كده فايه? يعني هنشوف. كده غريبة محدش بيشتم يعني. لأ صح صح ومكسوك كده شوية. طيب. عموما نروح على الجزء اللي بعده علشان نلحق نخلص الجزء اللي فاضل وكده نسيبكم بقى لاجازاتكم على خير. المرة دي ايه هي الكلمات? وايه هي الخروف? وايه هي الجمل? اللي انا اقدر احزفها من غير متغير في المعنى. احنا حطينا بعد القوانين البسيطة اللي نقدر نشتغل عليها. زي كسيبكم طبعا من الراغي الكتير ده ملناش احنا في الكلام الحديد. انا عندي الكلام اللي فات ده كان بيقولك ايه? لو عندك كلمتين اللي هو نفس المعنى. زي كلا. سلبية وسيئة. هي سلبية هي نفسها سيئة. الكلمتين اللي هو نفس المعنى. تقدر بتشيل دي? وتقدر بتشيل دي. طب نعمل ايه يعني? شو في الاختراب? جايب لك ايه? يقولك كلمة اللي اقدر احزفها من غير ما تغير في المعنى. ما بيشغل سيئة ايه. طب افترض ان هو في الامتحان جاب لك الاتنين. الامتحان جاب لك سلبية وجاب لك سيئة. نعمل ايه? شيل التانية. شيل الكلمة التانية. برضو سيئة هي اللي هي. برضو سيئة هي ايه? هي اللي هي. يبقى لما يقول لك سلبية سيئة. الكلمة التانية دي فقط للتأكيد. تفاكر من شوية وانا بديك الاضطراب. قلت لك الكلمة التانية. محطوطة عشان تأكد الكلمة الاولى. خلاص انا مش عايز تأكيد. انا مستدفي بكلمة سلبية والحمد اللي على كده. تمام الكلام? يبقى هنا اقدر اشيل كلمة ايه? اقدر اشيل كلمة سلبية. طيب? يبقى قعدة الاولى. لو عندي كلمتين لهم نفس المعنى. وواحدة منهم موجودة في الاختراض خلاص اشيلها. لو اللي الدين في الاختراض باشيل تاني واحد. باشيل تاني واحد. دي الفكرة الاولى. طيب شوف المسال في الامتحان. المسال التاني. بيقول لك ماك الكلمة التي يمكن حسبها من الجملة. ايه كلمة اللي اقدر اشيلها من الجملة اللي قدام اني? لاحز ان كلمة هي نفسها كلمة الغجن. هل نفسها الiek? هي نفسها الكل كلمة نقوم نفس المعنة. طيب نعمل ايه? نشيل التانية. اللي هي ايه? يبقى نشيل لهجن. يبقى نشيل الهجن طيب? يبقى لما يكون عندي كلمتين لهم نفس المعنى بشيل تاني واحدة. بشيل تاني واحدة. طيب? بصنا. بيجي في الامتحان يقول لي ايه كلمة اللي اقدر اضيفها لبداية النص من غير ما اتغير في المعنى. وايه كلمة اللي اقدر اشيلها من بداية النص برضو من غير ما اتغير في المعنى. بص انا عايزك تاخد انا الحفا الميلة بتاعتك. تعالي يا انا بتيجي انا. انا روح يا انا بتيجي انا. ازاي? بيقول لك حرف انا. يمكن ينفضوا لبداية الجملة او ازانتم بداية الجملة دون ان يوثر في المعنى. لما قل لك مثلا الرياضة المثلحة هي كذا كذا كذا. ويجي اسألك يقول لك تقدر تضيف ايه لبداية الجملة دي? حط انا كده? ان الرياضة المثلحة هي كذا كذا. يبقى ان اقدر اضيفها وقت رشيلها من غير ما اتغير في المعنى خاطة. تمام? طيب تعالي شوف الامسال اللي جيت عليها في الامتحان? الصداقة الحقيقية كان صحة جيدة. لا تجرك اهميتها الا عند مفاركتها. بيقول لك ما الحرف الذي من الممكن وضعه في بداية النص? تعالي يا النا. حطولوا ان هنا. انا الصداقة الحقيقية زبطا? خلاص يبقى اناخد ايه? يبقى اناخد ايه? 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 تمام كده? طيب? نشوف الناس باع مغلرة. طيب. السؤال اللي بيعلم. يقول لي ايه مما يالي يمكن ان نبدأ اول ما تلاقي نبدأ على كل دور على ان في الاختراف. ان ان المشكلات التي تواجهنا في جميع مجالات الحياة قبل طبيعي. طب لهم جدا انه. وقالك تقدر تشيلها هي بقى. لابد هنا هناخد ايه? طيب. هنا ملابا بانه? قالك ان الذين فشلوا في حياتهم لم يكونوا يعرفوا انهم قريبون من النجاح. حين توقفوا عن المحاولة. ما الحرف الذي ازا حزبا لم يتغير معنى النص? احنا متفين ناخد ايه معنا? ايدنا عبا طول. ايه بقى? الاجابة تكون ايه? فاقول ايه? الذين فشلوا في حياتهم معنى. فريد في المعنى مفريد. انه فقط للتأكيد. انه للتأكيد بس. طيب. القانون اللي بعده? ركز في القانون ده. الفعل لا يمكن حزبوه من الجملة. الفعل ده اللي هو ايه? اسد على وضعه. ما بيتشلش. لقيت فعل ما لكش علاقة بياركن علينا. سيب ويعد. تمام? طيب? لما قولك مسلا يؤثر العطش على مستوى الذكاء. هنا بيقولك جميع الكلمات يمكن حزبها بيستثناء ما عادة. انا كل دول احضر احزفهم. ما عادة ايه? ما عادة الفعل. اللي هو ايه الفعل? يؤثر. يبقى يؤثر ما احضرش ابدا ما احضرش ابدا ان انا ايه? ان انا احزفهم. القانون اللي بعد. ما تغيرش اي تشكيل علشان تشيل كلمة من الكلمات. يعني ايه? انت عارف? انك تشيل كلمة من النص بتاعك من غير ما تغير في المعنى. من غير ما تغير في التشكيل. معناها انك تقرأ النص بدونها كانها موجودة. تقرأ النص بدونها كانها موجودة. يعني ايه الكلام ده? هنا بيقولك من شغل نفسه بعيوب غيره كثرت عيوبه وهو هيد. اللي شغل نفسه بعيوب الناس هتكثر العيوب اللي عنده هو من غير ما يحس. تبسست على هيد. انا عايزة اشيل كلمة نفسه. انا عايزة اشيل كلمة نفسه. تب هدو ايه? هقول من شغل بعيوب غيره. غيرت التشكيل. مش من حق التغير التشكيل. وصلت النقطة دي. اذا من شغل ننفعش تخليها من شغل عشان تشيل نفسه. يبقى نفسه مش هيد فعتي تشاف. تب نقول ايه? يشيل كلمة وهو. حقول من شغل نفسه بعيوب غيره كثرت عيوبه ولا يدري. شلنا هو. شلنا ايه? شلنا هو. وما غيرتش حاجة في المعنى. وما غيرتش حاجة في التشكيل. يبقى قلتلك هنا ما ننفعش تغير التشكيل عشان تشيل ايه كلمة. نسال تاني عليها. واصل السير في طريقة. بعد ان تحقق النجاة. فلن يسألك احدا عن سرعتك فيه. محدش ليسألك عن سرعتك فيه. ولكن الاهم الا تبطئ من خطوارك. عشان تشيل الحرف. جرب الاختراف. تعال نجرب فيه كده. واصل السير في طريقة. تعال نشيل فيه. واصل السير طريقة. ينفع? ما تنفعش. يبقى فيه مش لا تشيل. تبتاني واحدة. ان. واصل السير في طريقة بعد ان تحقق النجاح. انا شكيل. مش من حق. يبقى مش هلشيل انا. طب نشوف اللي بعدها. فلن اي نفي اي نهية ما تنفعش تشيل. تمام? يبقى لان انت هتعكس المعنى خالص. بعد ان تحقق النجاح. فلن يسألك بقى احد. ما تنفعش. ما تنفعش. اي نفي او اي نهية ما تنفعش تشيله. طيب. اي ما فاضل اي? مني. ولكن الاهم الا لا تبطع خطواتك. شلت من. شلت ايه? شلت من. مفرقتش معنى. تمام? طيب? هسيبكم انتو تحلوا. طيب. طبعا استفتلكوا وقت بس مش عشان تحلوا عشان اقولهم يعملوا الشاي بصراحة يعني. جواب. كده يعني. اراهم الاختلاف الواضح في فصول السنة الاربعة. ما احنا عارفين انه فصول السنة الاربعة. يبقى دي مجرد تأكيد للأبلد. خلاص شلنا. يبقى دي ايه? شل فصول السنة الاربعة. طيب? يبقى فصول السنة الا اننا نجي الاشخاص. طب تعالوا نجرب الطريقة السهلة نشير بكلمة الاختلاف. يعمل بعقول رغم الواضح في فصول السنة مش هتصبر. خلاص يبقى مش هتتشارك. طيب? نشوف تانية اشخاصا. الا ان انا نجد يفضلون فصلا على البقية نجي دي مش هينفع تتشارك. يبقى دي غلط. طيب نجرب دي البقية. في فين البقية اصلا. اهو. يفضلون فصلا عن. واسكت على كده? فصلا وجس. لا متنفع. يبقى البقية ما نفعش تتشارك. يبقى البقية ما نفعش ايه? ما نفعش تتشارك. تمام كده? طيب. يبقى الاربعة هي اللي مشينا. المسال الثاني. يلا. هلا. الا كتشال كلمة جميع. فما نعرى ازاي? هنقول لزا علينا تقبل الامور السلبية بصدر راحة. شلت كلمة ايه? شلت كلمة جميع. والجملة بتاعتي مشت مزبوطة. يبقى الاكتشال كلمة ايه? جميع. الاكتشال كلمة جميع. طيب? مثال اللي بعده. ليست الاهداف ضرورية لتحفيزنا بحسب. بل هي اساسية فعلا نبقى على قيد الحياة. تعالوا نشوف اول كلمة اللي هي ليس. يفعل الاهداف ضرورية لتحفيزنا بحسب. لا. شل. يبقى ليس مش هتتشال. تبصصا هشيل في حسب. فحسب دي اهم كلمة في الجملة. طب ازاي يعني اهم كلمة? ليست الاهداف تعالوا نشيل في حسب ونجرب كده معنا الجملة. ليست الاهداف ضرورية لتحفيزنا. بل هي اساسية فعلا نبقى على قيد الحياة. كده بقى معناها ايه? ان الاهداف مش ضرورية عشان تحفيزنا. هي بس اساسية عشان ايه? عشان نفضل على قيد الحياة. يبقى انت شلت كده نفيت الاولى. واكدت التانية بس. لكن في حسب دي بتاكد لك الاولى والتانية. الاهداف مش بس بتحفزنا. لا دي كمان اساسية عشان نفضل على قيد الحياة. دي كمان اساسية عشان ايه? عشان نفضل على قيد الحياة. يبقى فحسب مش ينفع شده. تبتعالوا نشيل كلمة الحياة كده? لبقاءنا على قيدة واسفت عليك كلمة. ينفع? ما تنفعك. يبقى كلمة فعلا. لما اقول لك بل هي اساسية لبقائنا على قيد الحال. شلت فعلك. وما حدش حسنين. يبقى فعلا ايه? تتشاك. لا تخضع للظروف فان من يخضع لها تتحكم به. وكل مع الاشخاص الناجحين. من يصنعوا الظروف التي تناسبها. ايه كلمة اللي اقدر احذفها من الجملة اللي قداني? اولا لا احنا قلنا اي نفي اي نهي اي تركناها يا جب ما بتتحزمش. دي زي الفعل كده والزبط ما تقدرش تين نحية. طيب تتحكم. اقولنا تتحكم فعلا هي. ما بتتحزمش ببا. طيب? نشوف كلمة الظروف. من يصنعوا. شلت دي. من يصنعوا التي تناسبهم يصنعوا ايه? لازم كلمة الظروف تكون موجودة. ايه بقى بالتالي مش هادر اشيرها. طيب تعالوا نشير كلمة الاشخاص. من يخضع لها تتحكم به. وكن مع الناجحين. شلت كلمة الاشخاص. شلت الناجحين عادت عليها. حلت محلها. مش محتاجها. يبقى اشير كلمة ايه? كلمة الاشخاص. كلمة الاشخاص. يلا فكروا في الصلاة. ايه الكلمة اللي اقضع عزفها من غير ما اتغير في المعنى? تعالوا نجرب كلمة يا علم. يعطي. ابعد عنها. بالله سبناها في حالة. يغطى. يصدق. يصدق. ابعد عم. سيبها في حالة. حق calves. طب الناس. طباعة الناس مثل المعادن ينفع اقول طباعة مثل المعادن طباعة مينة. كما ما تشالش. طب شيل طباع كده. التي هي قالها. تعالوا نشيلها. الناس مثل المعادن. الناس زي المعادن. مش احنا بنقول الناس معادن. وبما ان الناس معادل فورد ان احنا نقابل الناس مصدية. طيب? يبقى اقدر اشي الكلمتين اتباعي. يبقى الناس مثل المعادل من المعادل ما لا يستق ومنها ما يعدو عليها الصدق. المثال اللي بعده. جل الله تفضلوا. المتكبر كالدخان. المتكبر اللي شايف نفسه. تمام? يعلق بنفسي عمز الدخان. يعلق بنفسي الى طبقات السماء العليا وهو وضية. يعني واحد شايف نفسه السماء مع علنه حقير. طيب ايه كلمة اللي قدر احزبها? من غير ما غير النص التاعي. طيب تعالوا شوف المتكبر كده. ينفع اول كالدخان يعلق بنفسه. طيب فين المعنى اللي انت اديته? ينفع اول الدخان يعلق بنفسه وهو وضيع? الدخان وضيع ازايا? ما يبقى. لبان المتكبر ما فيقاش تكشير. طيب تعالوا نشوف ان يشيل كلمة السماء. المتكبر كالدخان يعلق بنفسه الى طبقات العليا. طبقات ايه العليا? طبقات السماء العليا? طبقات ايه العليا? محددتش. يبقى خربتلي المعنى. يبقى مفعش تتشال كلمة السماء. طيب تعالوا نشوف كلمة كالدخان. ايو سيزان اعرف اشيالها كالدخان. طب وريني. المتكبر يعلو بنفسي الى طبقات السماء العليا وهو وضيء. ازاي المتكبر هيطلع للطبقات السماء? هو المتكبر بيطير? لا ما بيطيرش. يبقى مفعش تشيل الدخان. الدخان ولا بيطير? الدخان هو ايه? هو اللي بيطير. خلي الدخان مكان. مجعنا الدخان. فاضل ايه? فاضل العليا. اقدر اقول يعلو بنفسي الى طبقات السماء وهو وضيء. خلاص شلت العليا. شلت كلمة ايه? شلت كلمة العليا. ايه بقى الصفة تقدر تشيرها ببسط. النفط الخفيف والاغلى يسعرم بالصوم ومع ذلك فنقصول على مشتقات كثيرة منه متاح ومتوفر. تعرف لو كان حطي لك خط تحت كلمة تحت واحدة من دول? كنت شلتها على طول. لان الاتنين ترى اقف. لكن للاسف مش موجودون خلاص. ففكر كده ممكن تشيل ايه? هنا ايه الكلمة اللي اقدر عزبها من غير ما تغير معنى كلمة سعرا. هو الاغلى هو في حاجة غالية غير السعر. يبقى هو الاغلى في السوق يبقى سعرا كلمة كلمة سعرا دي تتشال. طيب? احنا قلنا بنجرب الجملة دي تتشال نشوف القطعة هتمشي من غيرها ولا لا. كلمة قد عبادة. تعاني نشيلها كده ونقول وحافظ عليها بقوة دون تفريد حافظ على ايه? ما نفعش تشيل العبادة. يبقى هو الوحنا ما تتشال. ما نفعش تشال. طيب فقليل دائم. ينفع اقول بقوة دون تفريد. شلت دي. خير من كثير من قطع. هو ايه اللي خير من كثير من قطع? ما نفعش تتشال. طيب كثير من قطع. فقليل دائم. خير من واسكت? خير من ايه? يبقى برضو دي ما نفعش تتشال. طيب تعالي نشوف دون تفريد دي. اد عبادتك وحافظ عليها بقوة. فقليل دائم خير من كثير من قطع. يبقى شلت كلمة دون تفريد. شلت كلمتين دون تفريد. طيب? بكده انا خلصت الجزء اللي كان متحدد لحصة النهاردة. ان شاء الله ناس اللي حضرت تكون استفادت ولوه بجزء بسيط. اتمنى يكون وصلت المعلومة بسيطة زي ما في حد هنا بيقول لي كانك بتشرح ولول ابتدائي. يعني لو شفت منك فهم اعلى من كده اكيد كنت رفعت مستوى الشرحة اعلى من كده. فموضوع يعني اللي هو زي يقوله عرضه الطلب. انت عربت لي ايه? فانا اديتك ايه? جلام? عموما اتمنى تكونوا في لهمتو الجزء اللي تشرح ويكون وضع بالنسبة ليكم. احنا اخدنا النهاردة العلاقات. اخدنا السبب والتعليل. والنتيجة اخدنا بعدها علاقة التأكيد. وكان معها التراضف. بعدها دخلنا على ايه الكلمة اللي اقدر احزفها من النص من غير ما دو غير المعنى. وايه الكلمة اللي ما اقدرش احزفها من النصها. تمام? وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية المحاضرة الاولى في البس المباشر. ان شاء الله نحاول ان احنا نعمل معاكم اكتر من مرة في البس المباشر. شكرا ليكم. شكرا للمميز والمتميز على الاستضافة اللي عملها لنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.